مرحبا مشاهدينا الكرام على قناة مباشرة من مركبة عبدالله معنا عبدالعزيز عبدالعظيم المحلل الرياضي المصري مرحبا بك في المغرب رأي ديالك في بداية شوط اول كيف جات ديال هاد مقابلة السلام عليكم اولا انا بحييكم وبحيي شوف تيفي قناة بتاع الشعب كامل واكبر مشاهدة في المغرب السوط الاولان احنا شوفنا الاسفي نازل المباراة بخطة هجومية طارق مصطفى مش خايف طارق مصطفى لاعب بطريقة هجومية عاوز يخطف تلات نقاط بدأ بطريقة اربعة واحد اربعة اربعة واحد اربعة واحد خلى سعد المرسلي تحت خط الهجوم بيمتلك الكورة بيوجه اللاعب ما شوفنا طارق مصطفى لم يحدأ كوال الشوط الاولاني بخلاف مدرب الجيش مدرب الجيش واقف يعني لا يحرك ساكنا طارق مصطفى بدأ المباراة بهجوم شرس من دقيقة الاولى لغاية ما دخل الهدف في دقيقة سبعتاشر ولا اربعتاشر عن طريق الغيني لعب الغيني رقم 18 سيطر على خط النص تماما بدأ يوجه لعبته ان هو الضغط يعني الهجوم الضغط من الخط الامام للجيش اربعة دفاعات الجيش تماما احنا شايفين الصوت الثاني بدأ اكيد هيبقى فيه ردة فعل من الجيش الملكي ولكن طارق مصطفى مصمم انه على الثلاث نقاط اتمنى انه هو التوفيق طبعا اتمنى انه هو مدرب مصري مشرف الكرة المصرية ومشرف المدربين المصريين اتمنى انه هو يعوض خسارة الوجدة اللي ما كانش يستحقها مش شايفة ان الجيش مش موجود على اراضية الملعب جيش مش موجود خالص مقداش المرضود اللي احنا شفناه في الكونف الدرالية والمبارايتين اللي ادوهم في الكونف الدرالية والحتى في البطولة الاحترافية لسه مقدمش الغات الان في المباراة وجوده يعني لسه ده ما احنا شايفين المباراة الجيش لم يأتي الى الملعب مولاي عبدالله الى الان يعني الجيش لم يأتي الى ملعب مولاي عبدالله طرق مصطفى اكيد دي حساباته بصوت التاني والمدرب الجيش هيكون له ردد فعل بدء الجيش ها هو احنا شايفينه بدء الجيش انه هو نازل ضاغط وهنشوف في المباراة اتمنى المباراة ان تطلع بالروح الحلوة انا مستمتع جدا في المباراة فيها كرة حلوة فاها تاكتك يا جميل من ناحية طر المصطفى الى الان فهنشوف الشوت التاني واتمنى لكم التوفيق واتمنى اللي شفت فيه لا اسفي من اول مباراة وهو يعني بدء المباراة بهجوم ضغط من الامام يعني طريقة اربعة واحد اربعة واحد دي بيهاجم بخمسة وبدافع كل خط اللاعبة كلها تحت خط النص احنا شايفين اهو بيهاجم خمس لعبة بيهاجم معاهم ساعد المرسالي عامل دور كبير في طريقة اللعبة لطاري مصطفى رقم 27 من احسن اللاعبة اللي موجودة على الارضية الملعب حاليا من التلق نقاط من ميدي تريباك ماشي سهلاء على معلقة السفية التي تنتسل نفس الطريقة اللي لعب بها طاري مصطفى اودامبر كان ينفسها قدام الجيش حاليا طاري مصطفى انا بقولك من المدربين اللازي لا تهاب الخصوم يعني لعب بلعب هجوم احنا شايفينه جوان التاني ممكن ييجي اوه فنتمنى بشيط التاني ان احنا نشوف مباراة ممتعة مباراة هجومية من الطرفين اه اتمنى طبعا نفوز بطاري مصطفى والاسفي اه اتمنى ان منظر الجماهير الجميلة للجيش وجميع رئيسة في المعجرة منظر رائع جدا البطولة المغربية حلويتها في حضور جميع هيران شكرا بستاذ عزيز شكرا بستاذ عزيز على هذه استدافة اقبولك انك يدوس معنا شكرا بززر